على مدار نحو عام عملت مصر سياسيا وديبلوماسيا على خفض التصعيد في السودان بغية التوصل إلى حال سياسي للأزمة كما فتحت مصر أبوابها لشعب السوداني الشقيق حيث استقبلت أكثر من 232 ألف ضيف سوداني على أراضيها منذ اندلاع الأزمة السودانية سخرت مصر كافة مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة الجهود المصرية المكثفة لحل الأزمة في السودان تمثلت في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة الأطراف السودانية حيث أكد الرئيس خلال لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات وثمن البرهان المساندة المصرية الأخوية للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان خاصة من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء والذي يمثل امتدادا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل الرئيس السيسي أجرى أيضا العديد من الاتصالات مع نضرائه في إفريقيا وكذلك مع زعماء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية لحلحلة الأزمة في السودان ومنعه من الانزلاق نحو الفوضى ومع استمرار الأزمة السياسية كانت مصر حاضرة في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية وقد بادرت مصر باستضافة قمة تشاورية لشركاء الإقليميين للسودان في أبريل 2019 بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيها المدني والعسكري كما استضافت القاهرة أيضا في أغسطس 2019 اجتماعا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية وشاركت مصر في التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثل المعارضة في السابع عشر من أغسطس من عام 2019 وفي مارس من عام 2022 نظمت الفصائل الاتحادية السودانية بالقاهرة فعاليات إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية وفي هذا الإطار شغل ملف السلام والاستقرار قلب الاهتمام المصري وأصفر عن اتفاق بتشكيل قوات مشتركة تحت اسم القوى الوطنية المستدامة للسلام في درفور وشاركت مصر في أغسطس 2020 كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام هكذا بات موقف مصر ثابتا وراسخا منذ اندلاع الأزمة في السودان لتواصل مصر تأكيدها مرارا وتكرارا على احترام خيارات الشعب السوداني وتطلعاته نحو الاستقرار والأمن